أنا بن كارسون المرشح الجمهوري للسباق نحو البيت الأبيض بن كارسون تعالت الأصوات ضده في الولايات المتحدة وطالبته بمغادرة السباق بعد أن قال إنه لا ينبغي لمسلم أن يكون رئيساً للولايات المتحدة وأضف كارسون القول إن الإسلام متناقض مع دستور البلاد وقال كلا لا أؤيد ذلك ولا أنصح بأن نضع مسلماً على رأسي هذه البلاد وإنني لن أوافق على ذلك مطلقاً منظمات إسلامية أمريكية قالت إن وجهات نظر كارسون تجعله غير مؤهل لأن يرشح نفسه ويقول أحد مديري هذه المنظمات إن رؤاه لا تتوافق مع دستور الولايات المتحدة ولهذا نحن نحث السياسيين والجمهور والزعماء المحليين والمرشحين للرئاسة إلى نبذي هذه الرؤى التي أفصح عنها ونطلب من السيد بن كارسون أن ينسحب من السباق نحو الرئاسة لأنه ليس مؤهلاً للقيادة سياسيون آخرون طالبوا كارسون بالاعتذار مبينين أن الأهم في كل ذلك هو مؤهلات القيادة وكيفية النهوض بالبلاد وليس المعتقد الديني أو لون البشرة